تعالوا نروح بقى لحاجة مفرحة عشان نشوف ان الدنيا لسه بخير تخيل كانك تكون ماشي او رايح اي مكان لا بيك ولا عليك لقيت 870 الف جنيه تعمل ايه اللي جاوب على السؤال ده كان مسعف اسمه سعد ابو زيد وزميله سائق سيارة الاسعاف عصام فوزي اللي صرتهم معانا على الشاشة كانوا رايحين ينقلوا مصابين في حدث على طريق الدولي عند قاف الشيخ سعدالة الفجر ولقوا الشنطة دي وفيها المبلغ ده واخدوا الشنطة وسلموها لإسم بلطيم ليتم تسلمها لأهالي المصابين ودي حاجة ايجابية جدا لازم نقولها عشان الناس تعرف ان الدنيا بخير اهو كان فيه ناس مصابين ومعهم 870 الف جنيه والاسادسة الافاضل اللي اسعفوهم مش بس اسعفوهم للحياة لكن هما كمان عندهم قدر من الاخلاق والدين خلاهم يحفظوا على مالهم نتلافوصل ونرقاتي